تحياتي طبعا بعد كل فشل لأتلتكم أدريد في دوري أبطال أوروبا بتطلع أصوات إنه خلاص سيميوني لازم يطلع ولازم يمشي فهل هذا الكلام منطقي؟ هذا الكلام عادل؟ نبدأ بجواب إنريكي سيريزو بعد الخروج مع لايبزيك واللي قال فيه بكل بساطة صح كنا متوقعين نتأهد لكن اللي صار ما بيغير شي من علاقتنا مع سيميوني اللي حابب يشوف كرة قدم تانية ونتائج تانية يشتري له فريق ويعمل اللي بده إياه فيه خليني أنا في الماضي ربما بعض الأحيان انجرفت نتيجة أولها التوقعات الكبيرة من أتلتكم فشلوا الأوروبي أو تذبذبوا بعض الأحيان في الدورة بتقول لا لازم الفريق يغير ربما بس بعدين الواحد بيرجع يوقف مع نفسه بيسأل ليش بدنا سيميوني يرحل؟ الجواب لأنه سيميوني مطالب بالفوز بدور أبطال أوروبا صح؟ فبيجي السؤال التاني ليش أتلتكم مدريد صار فجأة مطالب بالفوز بدور أبطال أوروبا؟ لأنه مدربه سيميوني أعتقد وسط الرسالة الرسالة إنه إحنا جاعدين بدنا نحاسب شخص على نجاحه وهذا النجاح زاد التوقعات شخص وصل أتلتكم نهائي دور أبطال 2014 و16 وأصبح شبه معروف إنه أي حدا ما بحب يواجهه في أوروبا عشان قدر يحول أتلتكم مدريدي اللي كان يتمنى وأنا صراحة كنت أشجع أتلتكم مدريد وفترة طويلة يعني أيام تلك الفترة قبل حتى سيميوني وأنا صراحة كنت متابعة أتلتكم مدريدي كويس قبل فترة سيميوني وكنت حتى في المنتديات إلي اسم جوفي أتلتكو يعني فأتذكر كان الهدف الرئيسي إن يوصل فريق دور أبطال الآن هذا الرجل اللي حول هذا المشروع لهذه الحالة بتطلبه ويرحل هات زي اللي بيطالب فرقسون يرحل بسنة 98 تقريباً لأنه ما كان فايزب ولا رقب دور أبطال أتلتكو قبل سيميوني لعب نهاي دور أبطال واحد في تاريخه يعني سيميوني في فترته لعب مرتين أحسن من النهاية فاز بالدوري بعد غياب طويل آخر ثمن سنوات ضمن أفضل ثلاث في الدوري كل هذه إنجازات لازم ما ننساها معاه الفريق ضعفت قيمته التسويقية لللاعبين أربع مرات معاه بنى ملعب جديد قبل ريال مدريد وبرشلونة ومعاه مستوى دخله بيزيد بشكل سنوي هذا المدرب عبر آخر خمس سنين مثلا اللي أنفقوا على اللاعبين أكثر من اللي باعوا 60 مليون يورو كمجموع يعني 12 مليون يورو بيعطوه بالسنة يشتري لعبين غير اللي ببيحهم هذا الرقب مش عادي ومش كافي إنك تقدر تنافس ريال مدريد وبرشلونة في آخر 8 سنين وتنافس على اللقب مرتين أو ثلاث غير اللقب اللي فست فيه هذا الرقب مش بيكفي اللي بيصنع الفرق هو سيميوني هنا بنرجع نحكي مفهوم كرة القدم الحديثة ما عادت لقب تنهوس فيه بس المشروع كثير معقد طول ما هو سيميوني قادر الروح يدرب طول ما هو سيميوني اللي لازم يستمر ببساطة طول ما هو حاسس إنه عنده الروح يقود موسم جديد طول ما هو لازم يروح لما يشعر إنه مش قادر هنا بفيه كلام آخر والأهم من كل ذلك إنه شو أهداف أتلتكم مدريد الحقيقية بداية الموسم شو بينطلب منه هل هذي الأهداف هي اللي بيتخلي المشروع يتقدم ويتطور طول ما هو بحققها طول ما هو المدرب اللي لازم يستمر ممكن الجمهور بدي يفوز دور عبطال أوروبا بس ممكن الهدف المطلوب من إدارة أتلتكم دور الثمانية ببساطة لازم نفرق بين الأمنيات والأهداف المنطقية في فكرة مشاريع كرت القدم الحديثة ما في شي بخليك تقول سيميوني يرحل إلا إذا سيميوني نفسه قال أنا بدي أرحل يعني هذا الرجل عمل تحويل جدري ثوري عجيب في أتلتكم مدريد لا يمكن أبدا نيجي نحاسبه ونقول له والله أنت حولت فريق صار الآن على التصنيف الأوروبي للأندي الثالث حولت فريق كان ترتيبه 22 للثالث يلا صير ولا الثاني يعني هذا الموضوع بصير مطالب فسيميوني مواضح أنه عم بدي تحمل ضغط الزيادة وعشان هيك رئيس النادي قاله مروح دوره على نادي ثاني لأنه فاهم أنه هذه الضغوط معظمها جاي مش من اللي بشجعوا أتلتكم من ناس آخرين شافين الصورة من بعيد نوصل لهم نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد بذكركم تشتركوا بقناة سيرفيس بورد على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله